نتكلم الآن عن بعض العبادات نتكلم عن الدعاء الدعاء القسم إلى قسمين دعاء عبادة أي عبادة قلنا تصرف الغير على الشركة كم أن صلى وصام وحجة الغير على هذا الشركة أوادت دعاء أوادت دعاء سنعم نعم أذكر جانلي فيما قلت أوادتين قرنشلر بولن دعاء شلوه بيرني ألادن غيري غصارب نعم قابر مشرق الثاني دعاء مسألة دعاء طلب يكن جثنام دلغ يعني دلغة مطلق صورة مطلق ينقسم لا قسمين دلغة مطلق دعاء دلغة مطلق الطلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى مثل مرأة تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد أو إنزال المرضى هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام ووحي لا يقدر عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى إنه سعيدة jugزانية YNJAYIMA سعيد نعم. ما هي طلب من المخلوق؟ أما الناس دكرون Nike DIMEI يجب أن ينحل أن ينحر يسرح أن يبحث عن всемائح بأن تطلب من بين يح espacio لاذا ينحل أن يحيي أحيانا يمكن أن يكون الطلب من حي لا من ميت يمكن أن يكون الطلب من حاضر لغاية يعني لا يمكن أن يطلب من مثلا ولي يقول أنه الولي في الهند مثلا ومن ثلاث يمكن أن يكون الطلب من أجل عائل ولي يقول أنه قادر لا عاجز يمكن أن يكون الطلب من أجل علاقة قادرة للعاجز كان يتحرك ما تحرك في المنافع وإنه تحرك ما تحرك مع المنافع والأخير أن يتم تحرك المنافع ومعاله يتحرك أن يتم تحرك المنافع في الأطفال أعتقد أن هذا السبب الذي يجب المنافع هو الله سبحانه وتعالى نعم لدينا نفسه نعم اتنى الدعاء القسم إلى قسمين دعا عبادة صرف الغير الله شركة اكبر كمص الله صام محجر غير الله دعا عبادة صرف الغير الله شركة كبرك وصام محجر غير الله الثاني دعاء مسألة قلنا قسم إلى قسمين تلاب المكلك دليل المكلك فورا مك حاجة تنبترق برقمك فورا مك دوغا اكتنج قرنش أولم إكهاب أولنية ديواجت دعاء طلب من غير الله فيما الأقدر عليه الله سبحانه وتعالى قلنا هذا الشركة كبار الله دان غيرين هيتش كيلي الله دان باشق هيتش كمين يرني تربيل مجاك لادني الله دان باشق هيتش كمين يرني تربيل مجاك دان غير ثورا مقبول شرك ولو شرك هيتش كمين يديني نعم دعاء طلب من المخلوق فيما يقدر عليه وأن هذا يصح بشروط أبع يعني يكون حي وحاضر وقادر ونعتقد أنه سبب وإكتنج سي جائد دليل اتمكلك يعني طلب اتمكلك خاجة تنبترق برمكلك ثورا مقبول بل دليل ناما نعم مثل الدعاء الاستعانة أنا أقول لك أعلمي في حمل هذا الكرسي مثلا إذا كنت حي وحاضر وقادر وإعتقد أنك سبب يصح هذا أيضا نعم مسالة من ناما كمك برمكلك يصح هذا يصح هذا يصح هذا يصح هذا بهذا الشروط ما أدل من ناما أحدث من أحدث من أحدث الضحة نعم من العبادات الخوف الأول الخوف هذا الخوف صرفه لغير الله شركة كبير وهو خوف العبادة نحن الآن نعبد الله سبحانه وتعالى نجمع في عبادتنا الله بين الخوف والرجاء رغبة ورهبة ونخاف من الله لأننا نعظم الله سبحانه وتعالى ونخاف من الله حتى وإن كان لا يرانا أحد لأن الله سبحانه وتعالى والسر والأخفى هذا الخوف صرفه لغير الله شركة كبير هذا الخوف صرفه لغير الله شركة كبير ونخاف طبيعي جائز جبلي نخاف من اللصوص من قطاع الطريق نخاف من النار ونخاف من الأسد مثلا نعم 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 الثاني من الزبح شرك أكبر أوهو الزبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح لأصحاب القبور الزبح للجن نع самые نعم 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 الثالث من الزبح زبح جائز يذبح حتى يأكل يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم نعم بشان جورنو شو نعم جانلي جان في مقلوم جائز برقورنشته عدم لرنان قلنا لك اتي مقلور شن يابون مثل ماغازين لرده اتت المقلوق شن اقوان ثورة جان في ماري شل جان في مقلوق لرنام جائز برقورنشته إذا لابد أن نعرف العبادات ونعرف أن أي عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشركة الأكبر المخرج من الميلة حكماني ثورة تبذ نامت مليء اوادت نامت بالمليء اوادت لري بالمليء وشو الوادت لان بيرني الله دان غيري غثر بيثك شن نشرب بولجق لونه بالمليء وشو الله عطر لندشرش مليء والله وعلا